وصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تحقيق معدلات انتعاش قوية خلال النصف الأول من العام الجاري وفقا لبيانات دوائر وهيئات سياحية وتقارير مؤسسات استشارية دولية التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون زائر وذلك بعد أن أعلنت كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة عن استقبال المنشآت الفندقية بالإمارات الثلاث ما يزيد عن تسعة ملايين ونصف المليون زائر منها سبعة ملايين ومائة وعشرين ألف زائر لدبي ومليون واربعمائة وثمانين ألف زائر في أبوظبي وخمسمائة وواحد وعشرين ألفا في رأس الخيمة